بحب الجملة دي دايما بقت بتتقال كتير في القاونة الأخيرة يقولك تداول رواد السوشيال ميديا هذا الفيديو في القاونة للمتابعين الجداد وللمتابعين الجداد ياريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ان شاء الله لو اعجبكم وكمان تعملوا اشتراك في القناة وده عشان يوصلكم اي حلقة جديدة من قناتي نبدأ على طول مع بعض الفيديو موضوع حلقتنا النهاردة عن قصة حب لميس الحديدي وعمر اديب ومعنا كمان مفاجئات لميس ليست زوجته الاولى طب ايه الحكاية وايه اصلها مع بعض هنعرف النهاردة في الفيديو لا يعرف الكثيرين ان الاعلامية الشهيرة لميس الحديدي ليست الزوجة الاولى للاعلامي الكبير عمر اديب فقد كان عمر متزوجا من سيدة تدعى اماني سوكا عمر انجاب منها ابنه الاكبر خالد لكن الحقيقة حدث طلاق والطلاق ده كان ليه سبب صدم جدا السبب هو تركها للدين الاسلامي واعتناقها المسيحية بعد ترك اماني الدين الاسلامي سفرت خارج مصر كانت بترغب ان يعتنق ابنها المسيحية ايضا لكن ابنها بقى على دين والده وعاش معه هنشوف بداية تعارف عمر على زوجته تعرف عمر على لميس وكان عمرها في ذلك الوقت حوالي 25 عاما وكانت تنظر لعمر كفارس احلامها ثم نشأ بينهم قصة حب مشتعلة القصة دي استمرت لمدة عامين تكليت قصة الحب بالزواج سنة 1999 ثم انجب ابنهما وصمرت الزواج الوحيدة هي نور الدين اما لميس الحديدي قالت في حوار سابق ليها ان هي كانت بتحلم بالزواج من عمر قديم ولما كان مخصوبين كانوا بيعيشوا قصة حب عنيفة قوي قالت كنا بنجهز للزواج في هذا الوقت وبالفعل تزوجت لميس وعمر وكان عمرها حوالي 27 سنة ودي صورة زفافهم ايه رأيكم لميس اتغيرت كتير ولا لأ وكمان عمر بس سنيا زي ما بقولك كل مرة رأيكم في التعليقات نرجع نكمل قصتنا النهاردة لميس راوت موقف حدث بينها وبين عمر أثناء الخطوبة الموقف دا كان موقف طريف قالت لميس كنا في لندن وسفلها عمر ونجبت بينهم مشاجرة وخناية عنيفة قوي قالت الخناية دي كانت تصل لفسخ الخطوبة لكن عمر أخدها بعد كده لأحد الحضائق في لندن عمر زكي جدا واعتزر للميس قدمناها باقة ورد البقى كانت رائع جدا فانتهى الخلاب بينهم سريعا وعلشان كده نوقف عند الحتة دي النهاردة ياريت كل زوج يصالح زوجته بباقة ورد وده لأن الورد رسول المحبة نرجع نكمل كلامنا في ناس كتير هتقولي دلوقتي هم اللي اتنين بيشتغلوا في مهنة واحدة وده ممكن يأثر عليهم بالسلب هنشوب بقى رأيي لميس الحديدي قالت ايه أكدت لنا لميس الحديدي ان عملها يوزوجها في نفس المجال لا يؤثر عليها بالسلب أبدا ولا على حياتهم الشخصية مش بس كده دي أكدت لنا كمان ان هي لا تستطيع منصة عمر وده لأنها شايفاء أمهر موزيع التوكشوف الوطن العربي وانتوا بقى ايه رأيكم في رأيها ده هل عمر قديف فعلا أفضل موزيع التوكشوف الوطن العربي نستني رأيكم في التعليقات زي ما بقول لكم كل مرة نرجع نكمل مع بعض الفيديو أما على تأثير عمر في حياتها عمر بيفيد لميس جدا في شغلها بيختار لها أغلب قسم برامجها من بينهم برنامج هنا لعاصمة البرنامج ده حقق نجاح كبير مش بس كده ده كمان لميس الحديدي لها رأي تاني في عملها مع زوجها في نفس المجال وده لأن كل واحد بيقدر طبيعة وظروف عمل الآخر لكن هنا للأسف في عيب قالت لميس إن العيب الوحيد في ذلك من وجهة نظرها هو تحول منزلهما لما يشبه نشرة أخبار كمان لميس بتقول إن حبنا جعلنا نخرج من منطقة المنسة قامت لميس بوصف عمر بأحلى وصف قالت عليه إنه هو أحلى من جورجو كلوني وده طبعا في لقاها مع قبلة فهيتة عايز أقولكم على حاجة أي ستة بتحب زوجها بتشوفه أجمل راجل في الدنيا ويا سلام بقى لما الراجل يقدر حبه مراته دوة فعلا بيبافينه من الاستقرار والحبه العشرة نرجع نكمل كلامنا بس تخيلوا بقى الحلو ما يكملش ما تتخضوش هقولكم الاختلاف ده في إيه الاختلاف في تشجيع النادي الرياضي النادي اللي بتحبه لميس ولي بيحبه عمر أديب عمر أحد أشهر المشجعين المتعصبين لنادي الزمالك وعلى فكرة نزم الكوية زي وده اللي بيظهر دايما بعد مباريات الفرية الأبيض الهمة أما لميس أهلوية يلا بقى اكتبولي في التعليقات مين فيكم أهلاوي ومين فيكم زم الكاوي وفيه اختلاف تاني لأن ده ما كانش الاختلاف الوحيد ما بين لميس وما بين عمر أديب عمر بيحب السفر لنفس المدن اللي زرعه من قبل كده وبينزل كمان في نفس الفنادق لكن لميس بتفضل زيارة مدن جديدة وكمان دول جديدة وده ليه مغزة مهمة جدا عن اللاميس الحديدي اللاميس بتحب تكتشف المزيد من المعلومات عن العالم وده مش معناه أن عمر عنده عيف في الموضوع دو لكن هو بيحب الأماكن اللي بيشعر فيها بالراحة النفسية يعني هو شخص بيميل للاستقرار وبالمناسبة أنا ليا نفسي فكرة عمر بحب دايما الأماكن اللي بارتح فيها نفسيا وبحب بزورها دايما تعالوا مع بعض نكمل الفيديو في صورة بها قلبة السوشيال ميدي عام 2017 الصورة دي بتخص عمر قديب ولميس الحديد الصورة في حفلة عيد ميلاد لميس عام 2017 قام عمر بتقبلها بشكل رومانسي للغاية الصورة دي على الفور انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مش بس كده دي كمان نالت أعجاب المتابعين بشدة وهي دي الصورة اللي انتوا شايفينها ايه رأيكم في الصورة؟ عايزاكم تكتبولي برضو رأيكم في التعليقات تعالوا نتعرف أكتر على عمر أديب بطل حلقتنا النهاردة عمر أديب من موليد 23 أكتوبر عام 1963 مزيع ومقدم برامج مصري يرأس محطة نجوم FM إزاعة مصرية كما يشارك في إدارة عدد من المشروعات التي يمتلكها آلة أديب في مصر الحقيقة عمر أديب متميز أنه عنده شعبية كبيرة جدا في مصر الشعبية دي بين كل طبقات الشعب المصري ومتميز أيضا بوقوفه مع الأنظمة الحاكمة زي مبارك والسيسي ومعارضته الشديدة للرئيس محمد مرسي هو الإبن الأوسط للسيناريست والكاتب عبد الحي أديب وأخو المنتج السينمائي عماد أديب أخو الكبير على فكرة عمر درس في كلية فيكتوريا كلش في القاهرة وبعدين في كلية الآلام في جامعة القاهرة عمر مشهور طبعا بأسلوبه المتميز من برافج المشهورة اللي بيقدمها برنامج القاهرة اليوم على قناة اليوم تبع شبكة أوربت شو تايم عمر ليه مواقف مشرفة جدا في التصدي لمحاولات تشويه صورة مصر في الإعلام العربي مثلا زي بعد مرش الكرة في تصفيات كاس العمل بين مصر والجزائر ده كان يوم 18 نوفمبر سنة 2009 في السودان عمر فتح تليفونه على الهوى عشان يتلقى أي طلب مساعدات من المصريين في السودان ووصل طلب المساعدات دي للمسؤدين وبكده من نهاردة نكن وصلنا لنهاية حلقتنا مستنية رأيكم في الحلقة عجبتكم ولا لا؟ اللي عجبته الحلقة ومستمر معايا لأخر الفيديو ياريت يغبط لايك للفيديو إن شاء الله دايماً أكون عند حصن ظنكم والفترة الجاية إن شاء الله هنحاول نعمل قصص حياة الفنانين فنانين زمان وكمان الفنانين دلوقت وكل اللي نفسه أنه نعمله حلقة مخصوصة عن فنان معين بيحبه ياريت يكتبلي في التعليقات وطبعاً اللي مستمر معايا لأخر الفيديو هو اللي هيكتب رأيه في التعليقات وهيطلب كمان الفنان اللي عاوز إن أنا عامله حلقة عنه وبشكركم المرة الأخيرة على حصن المتابعة والاستماع موسيقى